نعم راشد لربما تأتي الشهادة من مواطن إماراتي عن الإمارات في عدن ناقصة حقيقة ولكن كل الإشارات كل الدلالات كل نقاط العبور الشوارع المركبات الدراجات الحياة كلها تتزين بأعلام الإمارات والمملكة العربية السعودية والتحالف هنا في اليمن عادت عدن نعم عادت بفضل الله ومن ثم جهود أبنائها وجهود التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ورجال زايد ورجال خليفة الذين قدموا أكثر ما يقدمه الإنسان في هذه الحياة الروح اليوم الخبر الذي سمعناه قبل حقيقة قبل ساعات من الآن باستشهاد أكثر من أو 22 شهيدا من قواتنا المسلحة البواسل حقيقة ما هو إلا دليل آخر لما يقدمه رجال الإمارات في هذه الأرض حقيقة متواجدون نحن هنا مع الجنود الإماراتيين الخبر حزين نعم هو حزين ولكن لن يثنيهم عن هدفهم ولن يثنيهم عن غايتهم ولن يثنيهم عن العزيمة والجلد والدفاع عن الحق وصون أيضا كرامة الإنسان أينما كان يعني رجال الإمارات حقيقة لم يقدموا فقط الأرواح ولم تقف عند هذا الحد هناك أيضا مشاريع استثمارية أهمها الاستثمار في البنية التحتية وتقديم يعني كافة جوانب الحياة نتحدث عن التعليم نتحدث عن الصحة نتحدث عن كل الجوانب المهيئة لنا يعني وربما يتساءل البعض لماذا اليمن لماذا عدم بالذات لماذا خاصرت الجزيرة العربية وهنا أستعين بقول الشاعر عندما يقول يا أيها اليمن السعيد تحية يشدو بها التاريخ من ماضي الزمن يا أرض بالقيس الكفاح وتبع يا ربع حمير وقبائل ذي يزن يا سادة الأيام يا من حطموا إيوان كسرى يوم أقبل في السفن يمن لأن اليمن والإيمان في تلك الوجوه فنورها